اشتركوا في القناة اوله وزير الداخلية وزير الداخلية منصور العسوي ده اللي زور الانتخابات اما كان مدير امن سنة 95 وبعدين لسه ماشي بعقلية اللي هو عملية قهر وضرب الصوار والله حصل من عشر تيام هنا في النهاية تحرير لسه وزارة الداخلية ما نتصفدش انت ممكن تشيري لعى السطح بس لسه اللي في الداخل لسه السياسة بتاعت وزارة الداخلية ما نتصفدش بالنسبة للحيطة دي بس بيقال اللي فيه ناس بتتعمد سقوط منصور العسوي عشان هو قام بتطهير امن الدولة والله ما طهرش امن دولة هم امن دولة غيروا اليفطة الشعب قولوا الطلب بشيل امن دولة من التعذيب والقهر اللي عاشوا فيه مدة 30-35 سنة اللي حصل منصور العسوي جيه في المرحلة دي غير الاسم بس من امن دولة للامن الوطني بس نفس العقلية هي لشغالة اا ممكن الاسماء اتغيرت بس نفس السياسة في امن دولة شغالة اعني خلطك مش شايف تغيير فعل نا احنا عايزين طالما احنا بنطلب بالدموقراتية وطالما عايزين اقتصاد حرى زينا زي امريكا اوروبا عايزين وزير داخلية يبقى مدني قاضي يعني وزير داخلية في امريكا مثلا قاضي رئيس امريكا راجل قانون براك اوباما محامي ديفي كاميرو في انجلترا في فرنسا ساركوزي دول عايزين ناس يحكموا مصر جال قانون يدوا الناس حوقها يدوا الناس الفقراء حوقها وبعدين عايزين وزارة الداخلية الشرطة كلية شرطة دي تفتتح للمصريين مش الناس اللي هم المرتشين اللي خمسين الف دلار خمسين الف جنيه كانوا بتدفعوا الكمال الشاز لعمل التنظيم الفاسد في محافظة المنوفية مركز البجور وانا اشاهد على الحاجات دي ادفعوا خمسين الف جني عشان يخش ابنه ولا قريبه كلية شرطة فهم مردخلين دول كلية شرطة كلهم ليهم قرائب معارف رجال اللي عمل فازدين كلوا هناخدش كلية شرطة وبعدين ما تلاقي طريب النارده اه متخرم كلية شرطة اه منازمة او راكمة عربية مرسيليز جابها منين اه فيه لواء اعرف لواءات برضو في الشرطة برضو فيه ناس محترمين مش راكم العربية دي يبقى بيه فسات في الشرطة كلية شرطة اللي هي اكاديمة مراكو العلوم العمنية يتغير اسمها ترجع كلية شرطة المصر وبرضو يسمح لدخول كلية شرطة اه افراد الشعب من فقراء اللي هم عندهم كفاءة مفيش خيار فقوس احنا فيه صورة صورة الفقراء صورة الغضب الناس اللي اتطهدوا على مر من عصر الصورة فلازم بقى نغير لنغير نغير صح لا ما نغيرش خالص انا مش شايف فيه تغيير السياسة هي هي طب برضو عشان نغير مناهي علوم الانسان في الشرطة ازاي تحترم المواطن ازاي تتكلم مع المواطن ما تعملش المواطن علي انه موجرم واحد جاي يعمل محضر في اسم يتعاملوا كعان الموجرم يتكلموا بمنظرة وقلة ادب اه يعني برضو اسام الشرطة في ايه هانة للمواطن انا عايش في امريكا تسعة عشرين سنة اشتغلت هناك ليه نشاط سياسي هناك تبير ضد الحكومة الامريكية المواطن هناك يعني برضو هم مسحيين ويهود بس عندهم رحمة عندهم حقوق انسان ما عندناش الحاجات ديه وبعدين برضو في حاجات اللي مفيش حد من الاحزاب اللي هنا على مستوى اه على مستوى مص والحكومة اتكلم مش عايزين تدخل الحكومة الامريكية في شؤون مصر الداخلية من ساعة الثورة دخل 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 مصر حوالي خمسة وسبعين لتمانين مسؤول امريكي اعضاء في القانجرس مجلس شيوخ مجلس النواب مسكين لجان الامن لجان مخبرات لجان معونة امريكية ايه اللي جيبوا من مصر عايزين ايه من مصر احنا بندخل في بندخل في بلاكو جايين عايزين يجيبوا نظام موازي للنظام بتاع مبارك كان عامل لامريكا وعمل اسرائيل ده اللي دبح المسلمين في غزة 2008 مسؤول الوحدة الوروبية في 2008 تعجب اللي مصر محتاجتش للدبح اللي اتعرض لشعب فلسطين فاحنا مش عايزين رئيس او حزب او حكومة موالية للنظام اللي هو النظام الامريكي او موالي نفس ماشي على نفس السياسة بتاع المبارك موالي لامريكا امريكا عايزة ترقعت يعني نبص المصر قبل الثورة سنة 78 يعني في السبعينيات كحنا ماشي مصر مستواها كانت احسن واحنا مع السوفيت اللي خدناه معالي السلام بص يعني بص الاسعار هناك ايه والحالة اجتماعية كانت ايه في السبعينيات وبص مصر بعد ثلاثين سنة ثلاثين سنة خمسة وتلاثين سنة علاقتنا مع مصر مع امريكا ايه والبنك الدولي القيوب بتاعته شحاته الشعب المصري فاحنا مش عايزين نبقى دولة موالية لامريكا امريكا ما تفردش علينا مين لها يرقصنا مين لها يحقومنا مين لها يأكلنا مين لها يشرطنا هنزرع ارض اهدي ايه مصر مساحتها النهار ده مص عايشين على مساعة سبعة في المية من مساعة مصر سبعة في المية طب فيه نغز السحراء يقولك البنك الدول بيقولك حدد ريستريكشن ريستريكشن هتطلق ايه بنود وحتطلق عقبات ما تزرعش ده احنا هندهولك ما تصنعش ده احنا هندهولك النهاردة احنا بينا دولة مستوردة بنستورد حوالي سبعين تبعين في المية من اكلنا وشربنا بنستورده من بره بسبب السياسات الفزدة اللي الحكومة المصرية بتتهون فيها وتسمع كلامل صندوق النقد وصندوق النقد للدول البنك الدولي ونادي باريس دولي بيجيحاتونة فاحنا مش دولة مش عايزين عايزين دولة تصنع عايزين صناعة انا عن نفسي انا قلت من يومين اه واقف الاستراض مش عايزين زي بلد الصين تيجي هنا زي بلد الصين اللي بتيجي هنا مصري اه مصري اه الدولة رقم واحد في العالم فصناعة القوتن انا عايش في امريكا بقول لك قبل كده القوتن المصري الاميس التلات امصان في نيولك يبدعم سبعمائة دولار ليه احنا ما نصنعش مصانع الكتان افلوها وبقاها للسعوديين حرامية اللي مشه العمال عمال طنطة اه قفر ضوال الحرير المنسوجات الحرير مجمعات شبر الخيمة الرئيس عبد ناصر جيه خد مص وهي دولة زراعية عمل متين سبعة وسبعين مصنع قال لك قطاع عام بيخسر قطاع عام ايه فين قطاع العامل بيخسر فين فيه شركات حديد بيخسر كان مجمع حديد الصلب اللي هو كان فيه اربعة فران حديد لصناعة الحديد تغزي الشرق الاوسط كله افلوها ليه بسكشغلين فرن واحد بربع تاقته عشان اطلع لنا واحد صعلوق حرامي زي احمد عز اه ده ده فساد الحكومة اه احنا ما نبيعش الصناعة بتاعتنا يعني حكومة لازم يكون عندها صناعة صناعة اه يعني صناعة الدولة تملكها والدولة اللي هي صناعة النسيق اللي مصنع صناعتها قامت عصان النسيق انت بدأ ما تشير عميس شريه شريه عميس من دولة تانية عميس سينة او اي عميس الشريه مصري يعني العميس سمات الشريه انت فلوسك دي هتروح للشركة والشركة هتقبض عامل والعمل بيصرف على اسرة ودي عملية تجارية يعني والله رحمك اموانس فرصاء وزلط القربة الحكومة كلا بتديره الصمارة بمين جنيه الكلام ده من تلاتين اتبعين سنة اللي الصمارة دي كنا بنجيب الكاس ومنها اللي الصمارة كنا ننزل شركة عمرة فانلي او شركة اه اه بيع المصنعات او شامبيو او اي شمعي سيدناوي بنشاري كل منتجات مصرية الفلوس بتتخصم بطس بقى الدين الشراقية ده صناعة اكسر حور الفلوس اللي احنا مية جنيه بتتخصم مرتابه كل شهر جنيه خمسة وسبعين ايرش جنيه ونص الفلوس الشركة الشركة سيدناوي بتخورة من جورة القاربة بتدفع للمصانع المصانع بتدفع العمال والحركة الانتجاية شغالة بيمشوش عمال لان احنا بنشتري المنتج بتاعنا بيشتري زبالة الصين والتجار اللي بيسافروا منها حزم الله وبنها والاكيل بيجيبوا زبالة الصناعة من الصين ندفع مليارات الدولارات في زبالة جميع النهاردة مصر بقت زبالة الصين بتتبع فيها على الصفة وفي المحلات فاحنا دمرنا دمرنا الصناعة الصناعة بتاعتنا احنا مشهورين بالقطن يعني دمرناه ليه ندمره لمصالح الصعليك اللي تلعبوا في العصر الفاسد هم ايه عزمة رجال الاعمال فانت عمرك ما يكون عندك اقتصاد قوي طالما بتعتمد على رجال اعمال فازين والنهار ده راجل اعمال هيجي بمليون دولار مش عايز يعمل صروة في شهر عايز يعملو في تاني يوم فهيمشي العمال وهيمشي ده وهيمشي ده وبعد كده بيع الارض زي قريط عمر فاني امريكا وعدت محمود محي الدين الحرامي وزير استثمار وعدوه بمنصب ليه قال لخص خص الاتصاد المصري كان وزير استثمار دمر القطاع العام الدولو اليهود مسكين البنك الدولي ويبقى مدير البنك الدولي على حساب مصر على حساب الفقراء في مصر على حساب الاقتصاد المصري وبرضو بطرس غير الحرامي برضو الدولو منصب سندول نقدي الدولي تاني في البنك الدولي ليه ده يا وزير مالية دمر الصناعات المصرية فاحنا مش عايزين وزراء من نفس البلع سامير ردوانكا من نفس البلع بس الحمد لله الدكتور حازم ببلاء والناس المحترمين وبرضو هندين وقته ونشوف ايه اللي هيحصل يعني عايزين نتايج بس برضو في بعض الوزراء احنا يعني ايه انا وعندو ناس لا يتحفظ عليهم بس برضو مش هحكم عليهم برضو عايزين للحكومة تحط خطة خطة ملموسة زي ما انت بتجيب مدربي ضرب الزمالك مثلا بتحزب اخر الموسم دورة ربطلات ماشيه بس في نفس الوقت وانت بتديره الفطرة دي بتقوله ايه شايف انت مستقل فريق بيتغير في تحسن مفيش هزايم مفيش فاحنا عايزين نشوف الخطة دي رئيس الوزراء حاطت خطة الوزير عايزين فيه المواطن المصري فقير لازم يحس ان فيه تحسن الاسعار لازم يكون عندنا كنترول على الاسعار المقاردة بقولك تخدش محلة الشارع مسلا كيس رز كيس مكارونا كل المحلة بيبيعوا نفس الساعة دي يبقى ربطين السوق يعني تفيفوا بقى بعض من العز المافيا الغرفة التجارية اللي هم بيستوردوا المنتجات الغزائية زارت اربعين في المية فده حرام فوزير التموين ينزل يعمل شغله يرائب والحكومة بقى ممكن بقى تبتدي تشتري من برة بقى صعارها وتبيع للشعب والدعم المجمعات الاسلاكية اللي هي مجمعات النيل ومجمعات الهرام عشان تضرب سوق السوق ده وتضرب السوق اللي هو الحر اللي مدمر المصريين مهي لو اتصاد الحر احنا في امريكا بقونش المحل تجيب كيلو طفاح متنين دولار في واحد بيبيعوا بالدولار ونص في واحد بيبيعوا بالدولار ده الاتصاد الحر هنا في نص اللي جيب كيس سكر كيلو ده بيبيع بستة 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 بيقى ليcker بيقان التجاري الكبير بيعلهم قال لهم تبيعه بكام يبا ده قمة الفساب بنفسه يبا احنا الجهازة الرقابة بتاعنا فاشل لانه ما بيعملش شغله لازم مصر يكون انا من الناس اللي بقايد لازم يكون عندنا قطاع عام قدام قطاع القاس لان القطاع القاس ما عندهش الكفاءة يدير مصر اقتصاديا قطاع العام عنده القفاءة عنده العمالة زي ما كان عندنا قطاع عام ناجح والله في حارة ومهم اللي دمروه برضو نقدر نبني القطاع العام تاني بالذات مصانع النسيج مصانع الحديد مصانع عسمن ترجع للشعب مصانع الموصير شركات التلفزيون مصانع اللومت رئيسة عام ناصر بناها على 12 فتنفس معلية اتباع بتلتمائة وسبعين مليون وهي تبانا 12 مليار ده ده الفساب بنفسه ده صناعة بتكسب يعني اللمبة دي هبوز عندك فتشاري لمبة نخص خصها ليه الحديد بنبني احنا عايشين على 7% من صاحب ناصر يعني حقينا نوصل قول ل 15% 20% 30% مصر مش دولة فقيرة احنا دولة اغنية الدول الفشلة اللي تقول لك تعدانة سكان عالي ايه تعدانة سكان عالي ده احنا مصر تشيل 300 مليون بس البنك الدولي مش عايز دولة في مصر تبقى دولة اقتصادية قوية عشان الدولة الصيونية على حدودنا الشمالية هي ريساس امريكا احنا اللي عايشين وعايشين نيهون وعايشين سياتتهم بره في امريكا ان مليانا برضو الشعب غلبان ربنا يعني رزقنا بيعني عصابة مولية لمصلحة الشخصية وبعدين الحرام ما بينفعش يعني مهما تنسرق الحرام مش هينفع خدوا اصول ليهم وعلاق عيالهم وعلاق عيالهم واحفادهم لهم مشوفهمش وهم فين للوقت احنا بس عايزين محاكمة محاكمة ثورية الرئيس عبد ناصر عمل محكمة الثورة بكيارة مين كانت ساعتها المقدم حسين الشفعي وان رساليات وحكمه وحكمه خماني عمل محكمة ثورية ودمر النظام الفاسد شاية ايران اللي هي امريكا كان بتحميه اللي عملت له ثورة في اربعة وخمسين ورجعوا الحكم المخابرات الامريكية اما لقوا شاية ايران خلاص هربوه من الان يلقى هصفل في امريكا سنة تمانين هربوه من الباب اللي بيطلع منه الزبالة شوف عشان امريكا مصالحها خلاص لقيت مصالحها لك في ستين داهية نبص المصلحات وده اللي حصل معنبارة كان شغال عميل اليوم فاحنا نتعلم التاريخ نتعلم لازم يكون في محكمة ثورية تحقق طلبات الثورة لان القضاء في مصر فيه قضاء فاسد فيه نيابة فاسدة زي ما كان فيه مجل الشعب ومجل الشورى اللي السلطات النبية وقرائية فيها نظام فاسد يعني مستشار ده لسه معادل جمعة عادل عبسلام جمعة ده ده سجن ايمن ايمن نور دا راجر السياسي ومعارض خمس سنين بالظلم بأولاق مزورة وكان وزير داخلية حط عليه حرص وما يحدم الشعب يمشي قدام بيته زيه ازا صلاح بدور برضو اللي كان رئيس نهامة كان رئيس معكمة ابن الاولى اللي مات ده برضو كان جلاد للشعب المصري وعد الجمعة ده برضو كان جلاد للشعب المصري وبيحمل نظام الفاسد فاحنا القضاء في فساد لازم ننظف القضاء بتاعنا عشان نوبا دولة تحترم القانون لوبا دولة في حقوق انسان وازاي الانسان يحترم خدش اسم الشرطة يعملك باحترام دولة يهود دولة النصارى مسعين برا مابقوش احسن مننا احنا عايشين في اوروبا في امريكا بنتعام بمنارض الاحترام حقينا بناخده حتى احنا بناخده باعتبره اجانب بس بناخده حقينا الدول عنده احنا دولة مسلمة احنا مسلمين يعني بندق الناس الاسلام بس عندنا الفساد والقف أبطل من الدول احنا بنطلب يعني بنطلب من ربنا اللي هو بس يوفقنا ووفق الصورة دية وبرضو بنطلب الناس اللي هم بيقولوا عليه قولئات الامر زي ما الجماعة سيقولك اه قولئة الامر والاحكام اللي تيجي بينهم مفيش احنا مش شايفين حاج شوفنا وزارة جاي من نفس البلاع عشان كنا نزلنا مدان التحريج تاني خمس شهور الناس مش لايه اتقل فعايزين بس ربنا نسأل ونشوف ايه اللي جاي تحت امرك اشتركوا في القناة